السلام عليكم ورحمة الله مع شرح جديد على مدونة تعليم الجاني اليوم سنتعرف على كيفية تنزيل ويندوز 11 من موقع مايكروسوفت مباشرة هذا هو الموقع الرسمي لا تنزلها من أي موقع مباشرة بعد تنزيلها من موقعها الرسمي كما قلت www.microsoft.com هذا هو الموقع الأساسي ورسمي تنزيلها بعدها سنشرح هذا كما قلت هو الموقع بعدها سأشرح كيف تقوم بتخصيص هذه النسخة بجعلها مخصصة بحيث تعمل بطريقتك الخاصة تحذف منها الأشياء التي لا تريدها والأشياء التي لا تستعملها وبحيث تصبح نسخة خفيفة وسريعة جدا أول شيء ستنزلها من الموقع الرسمي هذا هو الموقع الأساسي والرسمي والقانوني لتنزيل نسخة ويندوز تختار هنا تنزيل ثم تختار اللغة المناسبة لك اللغة العربية أو أي لغة أخرى ثم تأكيد بعد ذلك سوف تهبت إلى الأسفل تختار هنا download وسيتم تنزيل النسخة الخاصة بك كما تعلمون هذا الرابط صالح لمدة 24 ساعة وحجم الويندوز تقريبا هو 5 جيجا بايت بعد ذلك ستنزل MSMG Toolkit ستنقر هنا على download هذه الأدات التي سنعتمدها في حدف الأدوات الغير الضرورية من الويندوز تنقر على download وبعد ذلك تختار هنا فقط لا نريد أن ننزيل أي شيء آخر إذن سأختار التول كيت ثم download وسيتم كذلك تنزيلها إذن الآن انتهينا من نزيل كل الأدوات التي نحتاجها نزلنا على الويندوز الموقع الرسمي كذلك نزلنا على التول كيت الآن سوف نأتي إلى أول شيء إلى نسخة ويندوز هذه كما تلاحظون ننقر عليها بزر فارة الأيمن نفق عنها الضغط كذلك التول كيت سنفق عنه الضغط الويندوز والتول كيت نفق عنه مع الضغط التول كيت تنقر عليها بزر فارة الأيمن ثم تختار الوينرار ثم extract to toolkit يعني فك الضغط بالوينرار هو أمر سهل يعني كمجارة العادة يجب أن يكون الوينرار متبتا في حاسوبك وهو أظن أنه متبت في كل حواسي بعد أن نفق الضغط على التول كيت الأولى الذي هي الخيار الأول نأتي إلى الويندوز نتخلص بإمكانك التخلص من الملف المضغوط ثم نأتي بعدها إلى الويندوز يجب أن نفق عنه الضغط أيضا إما أن تعمل له أو تنقر عليها بزر الفارة الأيمن ويكون عندك أو يكون عندك ثم تختار او عربيك بحسب الإصدار الذي حملته إذن نفق عنها الضغط ستأخذ معك يعني بعد الوقت ثم عندما يتيب نفك الضغط عن الويندوز سوف تفتح الملف الخاص بالويندوز تدخل إليه هذا وتفتحه وبعد أن تقوم بفتحه ستعمل تضليل لكل الملفات الموجودة هنا ثم تنقر عليها بالزر الفارة الأيمن ثم نسخ أو copy أو نسخ ثم تذهب إلى التول كيت الملف الذي فكرت عنه الضغط تفتحه وتبحث هنا عن ملف اسمه DVD هذا هو DVD ضروري أن تضع هذه الملفات داخل ملف الـ DVD لأن هنا تنقر بالزر الفارة الأيمن ثم paste أو لصق وسيتم لصق الملفات داخل الـ DVD ستأخذ معك بضع ثوانية أو دقائق بحسب المكان الذي تنسخ وتنسخ منه إذا كان على نفس الـ Partition فلنت أخذ وقت طويل جدا ثم بعدها سنعود خطوة إلى الوراء وسنجد هنا start كلمة start على شكل CMD أو على شكل موجه الأوامر سنجد هنا كلمة start أو يعني آيقونة اسمها start على شكل داخل أداة التول كيت هذه هي تنقر عليها بزر الفارة الأيمن ثم run as administrator أو تشغيل كمسؤول أو كمدير النظام وستظهر معنا في هذا الشكل طبيعة حل بإمكانك تغيير الألوان عبر النقر على الزر الأعلى من الأبيض ثم تغييرها كما تريد هنا سنكتب حرف E من لوحة مفادية حرف E حتى ينتقل بنا إلى هذا الخيار ثم سننتظر هنا بزر ثواني فقط ثم سيقول لي press any key to continue أنقر على أي رابط حتى تتم الخطوات سأنقر على أي رابط عفوا على أي زر من أزرار لوحة المفاتيح عفوا أنقر على أي زر من أزرار لوحة المفاتيح هنا عندنا أشياء كثيرة عندنا source integrate remove customize apply target tools طبيعة الحال سنختار أول شيء هو source المصدر حتى نختار النسخة التي نريد العمل عليها ثم نحذف integrate إذا أردت إضافة رموه في حدف customize تخصيص apply إضافة تبعا الأشياء إذن نختار الخيار الأول الذي هو ما يهمنا كثيرا وهو source إذن نختار نكتبونا رقم واحد واكتب رقم واحد أنه يعطيك إذا أردت الدخول إلى هذا الخيار اكتبونا رقم واحد إذن ستكتبونا رقم واحد من لوحة المفاتيح ومباشرة سيفتح إذن سنختار هنا الخيار الأول وهو select source from DVD الملف لأننا وضعنا الويندوز داخل ملف الـ DVD سنقول له اختار لنا السورس من ملف الـ DVD الذي وضعنا فيه الويندوز إذن سنكتب له هنا الرقم واحد حتى يختار لنا الويندوز الذي نسخناه ولسقناه في ملف الـ DVD ولا يختل لنا أي شيء آخر إذن أكتب هنا واحد سيحول كمباشرة إلى ملف الـ DVD الآن سنصبح داخل ذلك الملف الذي نسخناه في الويندوز والذي هو ملف الـ DVD لاحظوا سيعطينا جميع النسخ الـ home education pro الخاصة بالـ workstation ما يهمنا هو الـ pro لأنها الأفضل والأسرع والأقل المشاكل إذن رقم الـ pro هو 6 إذن سنختار سنكتب هنا رقم 6 حتى يعني اختار لنا النسخة التي نريدها إذن ستكتب هنا رقم 6 ثم تنقر على enter من لوحة المفاتيح ومباشرة سيتم اختيار هذه النسخة والتخلص يعني من باقي الإصدارات يعني الملفات الخاصة بها بدون أي مشاكل هنا yes ستكتب حرف الـ Y من لوحة المفاتيح تريد عمل mount لهذه الصورة إذن سنكتب حرف الـ Y هنا ثم مرة أخرى العمل mount لـ Windows recovery image recovery image ستكتب هنا حرف الـ Y كذلك مرة ثانية وستنتظر هذه العملية ستأخذ منك بعض الوقت كذلك العملية ستأخذ بعض الوقت بحسب سرعة وبطء الحاسوب الذي تعمل به إذن سننتظر كذلك كما قلتونا بعض الوقت أنا سأسرع العملية يعني حتى لا نضيع الوقت وتشاهدون أغلب وبل وجل الخطوات أمامكم إن شاء الله إذن بعدها سيقول لك press any key to continue انقر على إيزر من أثر اللوحة المفاتيح للمتابعة ستنقر على إيزر حتى يحولنا إلى الصفحة الأولى ونعود إليها الآن بعدها السورس سنتجي إلى الـ Integrate وهنا هناك مجموعة من الأشياء لشرحها كذلك وبعدها سننتقل إلى Remove الذي هو أم خيار إذن ننقر على إثنان ندخل للـ Integrate هنا عندنا Windows Language Package عندنا Windows Driver Windows Features Windows Update Windows Custom Features هذه الأشياء أنا لا أنصح بتغيير الكثير فيها بالنسبة للـ Language 1 سأتركها كما هي لماذا؟ لأنني عندما أتيلك أغير لغة Windows عندما أريد أن أثبت لغة أخرى أو أريد ترقية سيحدث لي مشاكل لذا أنا لغة Windows أتركها كاملة لا أغيرها في عادة في النسخ التي أقوم بتعديلها إذن سيقول لي Do you want to continue وسأقول لهم إذن حرف ستكتبه هنا أنا لا أريد يعني المواصلة في هذا الخيار لأنني لا أريد أن أغير اللغة وحتى هو يعطيك تحذير في الأعلى بالنسبة للـ أو تعريفات أنا كذلك لا أفضل التلاعب بها إضافة بعض أو عادف بعض أو عمل في هذه الصورة أو يعني ننسو قرص على Windows لا أفضل العمل بهذه الأشياء وبالتالي دائما سأنقر هنا على حرف للعودة إلى الخلف هنا تلك المميزات التي تأتيم على Windows هنا بإمكاننا التعديل قليلا بالنسبة للنيت فريمورك لا تقترب منه سيتم تثبيت نيت فريمورك ثلاثة وأربعة بالنسبة للديسك توب ران تايم كذلك بالنسبة للـ بالنسبة 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 سأحتفظ به لأني أعمل به الميكروسوفت أنا لألعاب الألعاب سأحذفه الويندوز بإمكاننا التخلص من على كل حال سأتركها كلها لنحذفها أنا فقط أعطيك الأشياء التي يمكنكم أحذفها بالنسبة لهذا الخيار كذلك لن نتعلم لأعب به وسنترغبه في مكانه ولن نغير فيه أي شيء سأكتب كذلك هنا حرف الآن وأعود إلى الخلف إذن هنا حرف الـ الخيار الخامس ندخل لأيديه كذلك نرى هل هناك أي شيء فقط ليس هناك أي شيء إذن نعود إلى الخلف بعد ندب ونكتب رقم ثلاثة هنا لكي ندخل إلى أو حذف هنا الخيار الأول وحذف تطبيقات عبر وحذف من خلال الموجودة عندنا هنا ماذا يقصدون بيعني الموجودة في ملف اسمه كما تلاحظون هنا هذا الملف ستجدون هذا ما هي الملف هي ملف تيقوم جاهزا في الأشياء التي تريد أن تحذفها فتدغل إليه وتكتب فيه مثلا ثم تضع فاصلة ثم أمامها الكاميرا ثم أمامها الويندوز ميديا بلاير فتختار الأشياء التي تريد أن تحذفها وتقوم برفعها مباشرة إلى الآدات وهو يقوم بحذفها بشكل تلقائي وأوتوماتيكي تعمل خاصة كذا لن نعملها سنحذفها نحن بشكل يذوي إذن هنا الخيار الأول remove windows component هو الذي سنعمل به فقط سنختار رقم واحد فقط شرحت لكم mail list حتى إذا سأل أي شخص عنها إذن سنتعب أول شيء إلى اختيار الأشياء التي نريد أن نحذفها عبر الرقم واحد إذن عفوا الرقم واحد حتى نختار هنا عندنا رقم واحد ندخول إلى أدوات الانترنت نكتب كذلك هنا رقم واحد الدخول إلى أدوات الانترنت ونعرف ما هي الأشياء أنا أحذف الذي هو المبني على طبيعة الحال وأحذف إذن ما الذي سأعمله سأكتب هنا إما أكتب حرف لحذف كل شيء أو أكتب رقم واحد لحذف رقم واحد ورقم اتنى لحذف رقم اتنان ورقم تلاتة لحذف رقم تلاتة أو سيقوم بحذفها ستعود إلى الخلف ولن تحذف أي شيء إذن أنت ستختار بالنسبة لي أنا سأحذف كل هذه الأشياء واحد ثم أكتب مرة أخرى بعدها سلاحظه سيصبح خلفه علامة ناقص بمعنى أنه تم حذفه الماينس أو ناقص تعني أنه تم حذفه الزائد وأنه موجود إذا أردت إضافته من جديد تنقر على نفس الرقم الخاص به سيتم تركيبه مرة أخرى إذن إثنان لحذف أو ثم الأنترنت ثلاثة لاحظوا كلها أصبحت أمامها علامة الماينس أو ناقص معنى أنها محذوفة إذن وأعود إلى الخلف إلى رقم إثنان نكتب هنا إثنان بطبيعة الحال هنا الخاصة بالويندوز المخاص بلما نلعب سيحتاجون الخلفية الخاصة بالويندوز الصوات التي تأتي مع التيمات خاص بكورتانا الخلفيات شغيل فيديوهات الفوتو فيوور وكذلك سأبدأ في التخلص من بعض الأشياء ستلاحظون أن الخيار رقم حدفته كذلك سأحذف بإمكانك أن تحذف الأشياء التي لا تريدها بي سأحذفه لاحظوا أصبحت خلفه علامة الماينس أو ناقص معنى أنه محذوف إذا أردت أن تحذف كل الأشياء سيقول لك لحدفها جميعا لحدف كل واحد بعينه ستجد خلفه الحرف مثلا لحدف لحدف إلى آخره للعودة إلى الخلف ثم نتجي إلى رقم ثلاثة نكتب هنا ثلاثة لدخول إلى النيتورك هنا وعادة أن لا أنصح أنصح بتعديل على أي شيء في الإعدادات الخاصة بالتسي بي والآي بي ويعني كل ما هو له علاقة بالإنترنت لذا أنصحك أن تتركها كما هي وتعود إلى الخلف بعدها أنا سأحذف بعض الأشياء ولكن كما قلت أنت أنصحك دائما بأن لا تحذف هذه الأشياء ستلاحظون أني حذفت بعض الأشياء وأستردها كيف تسترد شيء الذي حدفته تعيد كتابة نفس الرقم الخاص به أو الحرف الخاص به إذا كانت هناك حروف أو أرقام سأترك أنا فقط الـ وباقي الأشياء سوف أتخلص منها ثم بعدها بإمكانك هنا بعد أن تختار الأشياء التي تريد حذفها X والعودة إلى الخلف بعدها النيتورك عندنا أو الخصوصية في النسبة للخصوصية فيها بعض الأدوات مثل الخاصية التعرف على الوجه يعني الدخول إلى الويندوز البين البيكتشر باسورد الويندوز انسايدر هاب الويندوز خاصية يعني إعطاء تقارير الأخطاء إلى الإرسالها إلى شركة مايكروسوفت الويندوز هاب هذا لا أسس ولا ضرورة منها ولا أي شيء يعني أنت ستختار الأشياء التي تريد أن تحذفها دائما هنا الحروف إذا أردت أن تحذف كل شيء ستعطي رقم واحد سيحذف لك كل هذه الأشياء أنا سأحذف كل شيء بلاحظ هذه الطريقة ستصبح كلها هنا مينس 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 إذن أصبحت كلها ناقص ناقص إذن يعني أنها غير موجودة في النظام الويندوز الذي أعمل به الآن إذن X للعودة إلى الخلف إذا أردت العودة إلى الخلف إذا أردت أن تسترد أي شيء مثلا سأسترد البيكتشر باسورد سأنقر على F وستلاحظون أنه استرد إذا أردت أن أحذفها مرة أخرى سأكتب F وسيحذفها ثم كما قلت X للعودة إلى الخلف أو الاستمرار إذن X وبعدها سندب إلى الريموتين الذي هو رقمه خمسة إذن سنكتب هنا نمبر فايف للريموتين بالنسبة بإمكانك أن تخصص هذه الأشياء أو تحذفها جميعا حرف A سيحذفها جميعا والأرقام تحذف كل واحد على حدة بإمكانك كما قلت أن تختار حرف A فسيحذف كل الأشياء لاحظوا الآن أصبحت مينس 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 لم تعود تعمل على النظام ثم X والعودة إلى الخلف بعد سنأتي إلى هنا حرف أو رقم ستة هنا Accessibility Tool هذه خاصة بدأ احتياجات خاصة يفضل أنك تتركها ثم أنا سأحذفها على كل حال بالنسبة ل Is Access كذلك كل هذه الأدوات الأولى خاصة بدأ احتياجات خاصة بالنسبة للنوت فهي المفكرة التي تعمل كل هذه الأدوات بالنسبة غير ضرورية باستثناء أهم شيء هنا هو ما هو هو الجدار الناري المخصص لحماية الويندوز كذلك إذا أردت أن تعمل لا تحذف خاصية كذلك إذا أردت أن تتب تطبيقات لا تحذف لأنه ضروري تشغيل تطبيقات بالنسبة لي أنا كما قلت هذا أشيء غير مهم المهم فقط هو حرف حرف ت لماذا لأنه يحتوي على الويندوز أو الجدار الناري فهو ضروري لحماية الويندوز منها الفيروسات بالنسبة للوورد وكل هذه الأشياء فهي غير ضرورية بإمكان أن أحمل تطبيق واحد سيغني عن كل هذه الأشياء إذن سأختار رغم واحد سيحذف لي كل هذه الأشياء ثم بعدها بإمكاني أن أسترد الويندوز زائد إذن كل هذا محدوفة باستثناء الويندوز فايرول أو الجدار الناري الخاص بالويندوز أنا أعطيك فقط اختيارات أنت ستختار ما هو مناسب لك انتهينا منها هنا أو تطبيقات نظام رقم سبعة هذا مهم جدا هذا أهم شيء ربما لاحظ هنا أشياء كثيرة يصعب يعني التطرق لها لكن الخيار الأول يحدف الثاني لا غير مهم يعني هنا الأدوات خاصة بالإكس بوكس الخاصية خاصية يعني أشياء غير مهمة بنسبة ولا أعمل بها ربما نادرا إذن في الغالي ستتلاحظون أنني حدفت كل هذه الأشياء منها الويندوز فقط يحشون النظام بكل هذه الأدوات التي لا يحتاج ها الجميع ثم إكس للعودة إلى الخلف أنت ستركز على الأشياء المهمة تتركها الأشياء الغير مهمة أنا سأحذف كل شيء وستلاحظون أنه بعد تثبيت الويندوز سيعمل بدون أي مشاكل تمانية هنا خيار تمانية هنا الألارم والكلاوك الساعة وهنا تثبيت تطبيقات الآلة أحد يستعمله خاصية الفيدباك الفيلم لقراءة الفيديو إذا لم تكن تلعب الألعاب بالنسبة لي هو على شكل تخلص منه أو أتركه خاصية خاصية الفوتو الفوتو الويدر الطقس العاب أفضل أنت حذف كل هذه الأشياء جملة وتفصيلا كما أقول هذه الأشياء تبقى خاصة بك أنت ما الذي تريد أن تعملها بالنطان بالنسبة لي أنا أحذف كل هذه الأشياء لأنها غير ضرورية ثم بعد ذلك الويندوز أبس بعد السيستيم أبس تمانية الويندوز أبس إذا نكتب هنا تمانية حتى نحذف الويندوز أبس حدفناها نعود إلى الخلف ثم ستارت ريموفين ويندوز كومبوننت الآن سنكتب رقم إثنان إذا كتبنا هنا رقم إثنان سيبدأ في حدف هذه الأشياء لاحظوا الآن فقط ما الذي قمنا به قبل قليل ما كنا نقوم به قبل قليل هو اختيار فقط عملية أو اختيار للأشياء التي نريد أن يحذفها الآن عندما تكتب رقم إثنان تعود بالخلف عبر إكس وتختار إثنان ستلاحظ أنه بدأ عملية الحدف هذه عملية الحدف قد تطول وقد تقصر بحسب سرعة جهازك بحسب الويندوز إلى آخرين لذا أعطيها الوقت كافي سيقول لي تأخرت أخذت وقت طويل لاحظوا أنا عدد تطبيقات التي حدفت وستدهر لك هذه الرسالة يجب أن تنقر على أوكي قد تظهر وتختفي في التسك بار يبحث في التسك بار هل هي موجودة ثم أنقر على أوكي حتى يستمر في حدف باقي التطبيقات هذه العملية طالت معي قليلا وأخذت معي بعض الوقت لأنه سيحذف أنا أخترت طقمات راحية أخترت أشياء كثيرة ثم سيقول لك press any key to continue أنقر على إزر من أزراء لوحة المفاتيح للاستمرار ستنقر عليه ثم تعود إلى الخلف ثم مرة مرة أخرى X للعودة إلى الصفحة الأولى التي كنا فيها ثم X مرة أخرى للعودة إلى الصفحة المولية وبعد أن انتهينا من خيار remove أو حدف بإمكانك الذهاب إلى رقم أربعة والذي هو خيار بالنسبة لي في أشياء كذلك في تعطيل بعض الخاصة بالويندوز أو لبعض الخاصة بالويندوز أنا أفضل أن تذهب مباشرة وتنقر على رقم تمانية حتى نضيع الوقت لأنه في كل التي قد تريد أن تقوم بعملها إذن تمانية هنا وسيحولنا مباشرة إلى التويكس هنا يعطي تحديثات عبر خدمة هناك من لا يفضل يفضل هذا الخيار لماذا؟ لأن الويندوز بعض المرات ينزل لك تعريفات غير متناسبة فهناك من يفضل أن ينزل تعريفات بنفسه متناسبة مع جهازه عطل تطبيقات تطبيقات لطرف تالي بشكل مباشر تعطيل الميكروسوفت تيم تعطيل تطبيقات ميكروسوفت لا تنزل بشكل أوتوماتيك لأنه بعد أن تعمل بهذا النظام ربما تنزل تحديثات فيبدأ هو في تنزل تطبيقات بشكل مباشر إذن أردت أن تعطي لها فعيل خيار هنا هذا ضروري ومن الأساسيات هذا الأنصح بتفعيله هنا أهم خيار عطل خاصية التحقق التي تقول لك أن جهازك غير مدعوم أو هذا الكمبيوتر لا يستطيع تشغيل الويندوز 11 هذا الهاردورد فعيلها وهي الخيار فعيله فهو ضروري وباقي الخيارات تعطيل هذا أنا أعطله من الأساس بالحال أنا أكره للأسف أقولها أكره هذا البرنامج لا أعمل به قد يكون جيد قد يكون تحسن قد يكون من أفضل برامج الحماية بالنسبة له أفضل العمل به لأنه غير عملي تعطي الخاصية تعطي بطبيعة الحال إذا أردت خاصية فهي مهمة لا تعطي لها بالنسبة تفعيل عندما تنقر بزر الفقر الأيمن الشكل القديم تفعيله تفعيل عدنا تبيت دول الحاجة يعني إلى دخل الحساب أو أي شيء الشكل القديم جعل البرامج الذي تعمل بالدوت نيت تستعمل بالرغم عنها إخفاء ليس إخفاء إخفاء أيقونة الشات وكورتانا والميت والنيوز والسيرتش والتاسك فيو والويدجيت إخفاءها كلها من التاسك بار هذه هي الويدجيت التي فيها تظهر فيها الأخبار والتقس والتاسك فيو الذي انتقال خاصية البحث إخفاء الشات آه الأشيء أنا كلها سأخفيها انطلاقا من الحرف إلى الحرف اكس أو فيها كلها لماذا لأنها تأخذ كذلك تستهلك كلها تستهلك من المعالج والرام وتبقى هناك يعني ضروري أنها ستأخذ من مساحة الرام حتى إنك عندما تشغل التاسك مناجر ستجد أنها تأخذ نسبة من المعالج والأحتائرة فقط أن تتعقد كذلك الويدجيت يأخذ يعني مجرد أن تمر علي تجد أنه يأخذ عدد هائل من يعني التاسك من عفو من أعطيت فكرة كافية عن هذه الأشياء ستختار أنت الأشياء التي تريد أن تحذفها أنا سأحذف الأشياء بسرعة التي أريد أن أحذفها وحتى يعني لا أضيع وقتكم ثم هنا لاحظوا هذه الأشياء التي سأحذفها كما قلت بسرعة أن تختار فقط الأشياء التي لا تريدها هناك أشياء مهمة هنا مثل تحديدات الويندوز هناك من لا يريدها عطلها هذه أفضل طريقة التي تعطي لها ستعطي لها من الأساس يعني سترتاح منها إلى الأبد كذلك الويندوز ديفاندر إذا لا تريده سترتاح منه إلى الأبد ثم رقم إثنين للعودة إلى الخلف هذا لا تحتاج إلى الشرح لأن كل شيء مكتوب لكن أنا أشرح حتى يعني تتبعوا معي كل الخطوات إكس للعودة إلى الخلف مرة أخرى إذن بعد عندنا رقم خمسة سنذهب إلى رقم خمسة نكتبونا رقم خمسة لنرى ما هو موجود في الخدمة إذن أكتبونا رقم خمسة نحن في رقم خمسة إذن رقم خمسة هذا طويلة نوعا ما هنا نحفظ هذه النسخة إذن سنكتبونا رقم اثنين لحفظ هذه النسخة التي قمنا بعملها هنا سيقول لنا هل أنت متأكد ستكتب له حرف حرف الواي أو حرف الواي الذي تبتدئ به كلمة يس ستكتبه هنا حرف الواي فقط حرف الواي ثم سيقول لك هل أنت كذلك مرة أخرى ستقول له حرف الواي مرة ثانية ستلاحظ أنه بدأ في العمل هذه النسخة الآن هو بدأ في إنشاء هذه النسخة وتعداد الملف الخاص بها كذلك هذه الخطوة ستأخذ منك بعد الوقت ستعجب منك الصبر والانتظار ثم هنا press any key to continue وانقر على الزر من أزرار لوحة مفاتحة الاستمرار بعد الابلاي سننتقل إلى رقم ستة إذن رقم ستة اكتبونا ستة للانتقال لإنشاء هذه النسخة وإنهائها بشكل كلي إذن سنجعلها على شكل ملف إذن ما الذي سنعمله سنختار الخيار رقم واحد إذن الرقم واحد إذن نريدها على شكل ملف إذن سنكتبونا رقم واحد ثم هنا سيقول لي أكتب اسم هذا الويندوز سميه أعطيه بإمكانك أن تسميه أي شيء سميه ويندوز 11 سميه ويندوز لايت ويندوز الليف 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 النسبة يعني أنت ما تريد أن تسميه سميه أي شيء تريد بعد أن تسميه سوف تنقر على من لوحة المفاتيح حتى ينتقل بك مباشرة إلى الخيار ستعيد كتابة نفس الاسم مرة أخرى نفس الاسم الذي سميته مثلا سميته وين الليف اللايت سأكتبه مرة أخرى ثم انتر من لوحة المفاتيح والآن كل ما عليك فعله والانتظار حتى يتم إعداد هذا الملف ووضعه الآن يبدأ في إنشاء الملفات الخاصة به وضبطها في المكان الذي قمت يعني بتحديده الآن هذا العمل كذلك من المفترض أنها ستأخذ منك بعض الوقت إذا يجب أن تتحل بالقليل من الصبر الآن انتهينا إذا ننقر على أي رابط للاستمرار رعود بنا إلى الصفحة الأساسية لأن بقية لدينا فقط رقم سبعة إذا سننقر على رقم سبعة من لوحة المفاتيح للدخول إلى التولز وستلاحظون أننا انتهينا بشكل كلي إذا هنا رقم أو إكس فقط حتى تعود يعني إلى الخلف فقط لدعي للدخول إلى رقم سبعة ثم هنا ونكون قد انتهينا إذا دعونا نذهب إلى الملف أين وضعته ستجدوا في ودخول إلى هذا هو وهذه الويندوز أحضاش التي قمنا بإنشائها لاحظوا حجمها أربعة فاصل تسعة يعني من خمسة يعني تقريبا حدفنا واحد جيجا بايت من هذا الويندوز ليس المهم هو الحجم يعني قد تحذيف أنت فقط مائتين ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة سبعمائة ميجا عفوا لاحظوا هذا هو الحجم الأساسي حدفنا أكثر من واحد جيجا بايت على كل حال وستلاحظون أن الويندوز ما زال يعمل كما أقول الحجم ليس مهم قد يقول لي شخص أنا حدفت فقط سبعمائة تمانمائة ميجا أربعة ميجا عفوا هذا ليس هو الأساس ليس الأساس يعني هو المساحة الويندوز يعني هي مهمة لا أنكر ذلك لكن بعض الأدوات غير ضرورية وتبطئ فقط النظام إذن أول شيء لتثبيت هذا الويندوز سنتمي برنامج روفوس سنختار الفلاش حجمها يعني تمانية جيجا بايت ثم ونسي وسأدهب نحو الويندوز حتى تراه يعني بأنفسكم أين وضعناه هذا هو في هذا الملف ملف إذن هذا هو سنختاره لاحظ هنا بالنسبة للحواسيب الحديث هتختار الحواسيب القديمة اختار كما أقول حال عندي حاسوب قديم سأختار ستلاحظ أنك عندما تنقرون على لاحظ معي أوكي لن يقول لك برنامج روفوس حدف متطلبات يعني كما جرت العادة سيقول لك يجب عليك أن تعطل لماذا؟ لأن النسخة هي معطن فيها و كما قلت قبل قليل إذن ننتقل مباشرة الآن سننتقل وندخل إلى الحاسوب الآخر حتى أني نقوم بفرمطته وتثبيت هذا الويندوز أمامكم الآن إذن الآن نحن في الحاسوب الذي نريد أنه فرمطه سندخل إلى البوت مانيو عبر أزراء البوت أو حسب بحسب زر البوت عندك ثم ستختار الدخول أو الإقلاع من الفلاشة ستلاحظ أن هذا هو الويندوز الذي قمنا بعمله تختار باقي الإعدادات خاصة في الوقت يعني الكيبورد ثم ثم تثبيت الآن وننتظر قليلا ثم هنا إذا عندك مفتاح تدخله إذا ليس عندك أقول أو ليس لديه مفتاح تفعيل وتنتظر قليلا ثم هنا فرمته فورمات أوك ثم لاحظوا أنه لم تظهر لنا رسالة أنه هذا الحاسوب لا يدعم رغم أن هذا الحاسوب قديم جدا ولا تتوفر فيه أدنى مواصفة تشغيل الويندوز 11 وعندما سيتم تثبيت الويندوز عليه بنجاح ننتظر فقط لأن هذا الويندوز معدل بعد المرات الويندوز معدل أقول إذا أرتكبت أي خطأ في تعديله قد لا يتم تثبيته معك وهذه الرسالة أتلقها بعض المرات مجموعة من الأشخاص قاموا بعمل نسخة معدلة ولكن لم تعمل معهم لا أدري للسبب ولكن غالبا هناك خطأ كنت به أثناء تعديل الويندوز لاحظوا الويندوز سيعمل بشكل جيد جربته عدة مرات وكانت النتيجة دائما جيدة ننسى نختار اللغة والدولة وباقي الإعدادات البسيطة إن اللغة من الدولة ولسا اللغة ثم هنا الكيبورد إذا كنت تختار كتابة بلغة العربية أو بلغة تكتب بها ثم هنا أضافة كيبورد إضافي سأتجاوز الخطوة لاحظ هنا يجيب أنه لم يطلب منه الاتصال بالإنترنت كما تلاحظون هنا ستكتب اسم الحاسوب خاص بك في العادة هو يطلب منك أن تتصل بالإنترنت وأن تدخل يعني البريد الإلكتروني الخاص بمايكروسوفت إذا لم تدخلهم فلنت سجل الدخول وبالتالي فهذه يعني عملية يعني قمنا بعمل نسخة معدلة تتجاوز هذه المشكلة ثم إذا أردت أن تعمل أنا سأتركه فارغ من أقوم بعمل أي يعني حتى عملية تثبيت هذه الويندوز هي سهلة جدا أسهل من يعني أن تتصل بالإنترنت وتدخل البريد وتؤكده وتقوم بالتحقق إذا أعطل كل هذه الأشياء دائما تما أكسبت وأدوى الويندوز لاحظوا يعني حتى كل تلك الأشياء التي كانت تظهر وتأخذ وقت وما بحد فيها بالنسبة لهذا الويندوز جربت قريبا لمدة أقل شيء أقول لكم شهر عملت به سريع جدا من أسرع نسخ الويندوز 11 التي تبتت على هذا الحاسوب يعني كانت ممتازة جدا حتى استهلاك هذا الجهاز في 4 جيجا في الرامات لمن يسأل كم المعالج معالج الجيل القديم معالجة الجيل القديمة طبيعة الحالية لا تدعم الويندوز 11 كذلك يعني لاحظت عني سرعة كبيرة جدا في هذا النظام ممتاز جدا مقارنة بالنسخ المعدلة التي عملت بها فهو جيد سأترك لكم كل الروابط التي استعملتها في هذا الشرح أسفل الفيديو لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر على الجرس تلقي جديد الفيديو التي سننشر ها على القناة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله